أعزائي مشاهدي صناعي السعادة صباحكم سعادة صباحكم جميل صباحكم كله خير وسعادة أهلا بحضرتك بش مهندس أهلا بك أعرف نفسنا يا مهندس المدير التجاري لشركة كونتراك لإدارة الخدمات إحدى الشركات مجموعة وراسكم وسفير اتحاد أوروبا في مصر اليورو إفام باسدر في مصر من 2018 أنا حابب بس يعني قبل ما أبتدي كلامي إحنا في شهر أكتوبر شهر النصرات فأنا بحيي الأمة العربية كلها وبحيي مصر كلها على النصر العظيم بتاع نصر أكتوبر وبرضو إحنا في شهر في المولد النبي بيعني أقول للناس كلها كل صالحهم طيبين وقبل ما نبدأ برضو لازم نقول البقاء لله ونعز الأمة العربية كلها في الشيخ صباح الأحمد الصباح بس دي البداية بتاعتي فأنا اتشرفت أن نكون في معاكم النهاردة اتشرف لنا حضرتك عايزين نعرف يعني إيه إدارة المرافق ماذا تعني إدارة المرافق طيب علشان بس نقرب الصورة للناس كلها عايزين بس لما حد يقول facility management اللي هي قدرت المرافق نبقى عارفين الأول كلمة facility يعني إيه ويعني إيه مرافق facility هي ترجمة لمبنى أو أي مرفق أو أي مبنى احنا شايفينه بعيننا سواء كان مرفق خدمي أو مرفق تعليمي أو مرفق خاص يعني بنتكلم لو في مطار اسمه facility لو في محطة مياه اسمها facility لو في مبنى إداري اسمه facility لو في مبنى خدمي اسمه facility ال facility دي طبعا تطورت من وقت للتاني يعني المرافق تطورت من وقت للتاني لغاية ما شوفناها دلوقتي بقت مرافق زكية بنستطيع فيها التكنولوجيا الحديثة فبالتالي إدارة المرافق برضو تطورت مع إدارة المرافق نفسها بقى دلوقتي احنا بندور على إدارة المرافق الزكية إدارة المرافق عموما دلوقتي الحمد لله رب العالمين بقى عندنا الجمعية المصرية لإدارة المرافق وبقى فيه كود عالمي لإدارة المرافق هنعرفه احنا بنتكلم دلوقتي بس احنا بنتكلم في الليسكوب بتاعنا احنا او في مجال الانشطة اللي بنتكلم فيها إدارة المرافق هي كل حاجة مع عدد الكور بيزنس بتاع اي مشاقة يعني لو بنتكلم إدارة مرافق للمستشفيات هي كل حاجة مع عدد طب مع عدد صيدالة مع عدد معامل التحليل كل ما يدور دخل أصور المستشفى من أول صور المستشفى لغاية آخر مكتب فيها هو ده يعد إدارة مرافق من إدارة للأمن للاستقبال للنظافة للصيانة لمكافحة الأفات الصحة العامة أو غيرها لإدارة المسطحات القادرة اللي نسميها الاندسكيب كل ده يقع تحت طائرة إدارة المرافق وده فيدتها إيه أهم حاجة اللي احنا بندعم الكور بيزنس بتاع أي منشأة احنا بنخليه يفكر في الكور بيزنس بتاعه بس ما يفكرش في إدارة المنشأة زي ما هو فاكر فبنخلي مدير الجامعة أو مدير الكلية يفكر بس في المناهج بتاعته يفكر بس في تطوير المناهج يسيب إدارة المرافق يسيب السيانة يسيب النظافة يسيب البست كنترول يسيب اللاندسكيب يسيب السيانات بكل أنواحها الناس متخصصة فيها فالهدف من إدارة المرافق احنا مش بنعمل سيانة ومش بنعمل نظافة ومش بنعمل بست كنترول ومش بنعمل لاندسكيب احنا هدفنا حاكتين اتنين نحن نبقى الكلام ده كله بس بهدف ايه بهدف اللي احنا نخلي الناس اللي عايش هجوه المرافق عايشين في مكان آمن ونظيف هو صحي بالاضافة اللي احنا بندعم الكور بيزنس بتاع المؤسسة نفسها بندعم العمل الاساسي اللي المؤسسة انشأت من خلاله بس ده باتصار شديد جدا طيب من خلال عمل حضرتك ممكن تقول لنا ايه اهمية ادارة المرافق بالنسبة للدولة المصرية والله الدولة المصرية من يعني يعزين نقول خلال مقدرية جديدة فقط وعندنا مدينة العالمين الجديدة انا بس بعمل هايلايت او بصلة النهاردة اللي احنا عندنا اكتر من 30 مدينة جديدة يعني في مصر بتتبني من اول وجديد ودي فرصة لنا اللي احنا ما نكررش الاخطاء بتاعت الماضي في التعامل مع المباني وتعامل مع المرافق انا شايفا اللي هي اكبر ادارة شغالة حاليا يعني اكبر ادارة شغالة بقوة في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي هي قدرت المرافق فعلا بالضبط فيه مدن بتتبين جديد فاحنا مش عايزين المدن الجديدة اللي بتتبين جديدة على احدث طراز بالنسبة للطرازات المعمرية وبتستخدم فيها احدث تكنولوجيا مش عايزين نديرها زي ما درنا زمان المدن القديمة فهنوصل للحال اللي احنا فيه دلوقتي احنا بندور اللي احنا ندير المدن الجديدة بادارة زكية لانها تعتبر معظمها مدن زكية بنبص على المشاريع بتاعت العاصمة القديمة مش عايزينها تبقى زي العاصمة القديمة بالنسبة للمباني والطرق وبالنسبة للخدمات اللي موجودة فيها. فإحنا بنسعى لإحنا نقدم إدارة مرافق جديدة تليق بمصر الجديدة بإذن الله. جميل شيء جميل جدا. طب عايزين نعرف إزاي إدارة المرافق هتساهم في رؤية الدولة المصرية مستقبليا في 2030؟ طيب قبل ما نقول الرؤية بتاعت مصر وقبل ما نقول إدارة المرافق هتساهم إزاي. تعالي نبص على المرافق في خلال المئة سنة اللي فاتت. إيه حال المرافق في مصر؟ سواء المرافق الحكومية أو المرافق الخاصة أو المرافق العامة اللي موجودة أو حتى المباني اللي احنا بنشوفها وإحنا ماشيين في وسط البلد كلنا بنتحصر على المستوى اللي احنا كنا موجودين فيه. أمين. والمستوى اللي احنا عايزين نوصله. فالمستوى اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو المستوى اللي احنا مش راضين عنه. درت المرافق بيتم إهمالها بالكامل. ولذلك الكور بيزنس تعامل ستلاقيه يعني مش كويس. أنا النهاردة داخل النهاردة بحيل مدينة تتاج الإعلامي. أنا دخلت من أول البوابة. لقيت الأمن ونصحي. المنطقة اللي حولين البوابة. حقيقي. ونضيفها مؤمنة. فيه إجراءات للدخول وإجراءات للخروج. كل ده أدارت مرافق. لما دخلت وعدت على الطريق. الطريق مضيف الزرع متصين كويس. فكل ده أدارت مرافق. لما دخلت الاستوديو. التكييف شغال كويس. الإضاءة شغالة كويسة. الاستوديو. غير اللي هو نضيف الاستوديو معقم علشان إجراءات الكوفيد-19. فكل ده أدارت مرافق. لا تخيل لو ما فيش إدارة مرافق. والدنيا مش شد كده. كنا هنلاقي البوابة عليها ناس متكدسة من غير نظام للدخول. وخروج الدخول. كنا هنلاقي المدينة مش نضيفة لها من بره ولا من جوه. كنا هنلاقي المشاكل عندنا في الكهرباء والشاشات اللي احنا شايفان جارعي جميل وإحنا ماشيين. المظهر الحضاري بتاع المؤسسة هيختل. ده بالإضافة للمشاكل التانية اللي بتترتب عن عدم إدارة المرافق بصورة كويسة. المدن بتنتج على الأقل 70% من المخلفات. يعني القاهرة بتنتج 60 طن تقريبا كل يومين. أو كل يوم ونص. 60 طن مخلفات. المدن بتنتج أكتر من القرى وأكتر من النجوع. فبالتالي لو إحنا عندنا إدارة مرافق ذكية هي هتعمل حد من استخدام المخلفات دي كلها. هتعمل إعادة لتدوير المخلفات دي كلها. لو عندنا إدارة مرافق يبقى عندنا إدارة للطاقة. هنعرف يبقى عندنا خطط للطاقة. عندنا خطط للبيئة. عندنا خطط للاستدامة. اللي ما عندوش إدارة مرافق ما عندوش الكلام دي كله. مش هيقدر يتحكم في الفواتير بتاعت الكهرباء. أو يقدر يتحكم في الفواتير بتاعت المية. مش هيقدر يعملها. مش يعرف يدرس. مش يعرف المشكلة فيها إيه. مش هيقوم بمشاريع اللي هي أتوفر الكلام دي كله الكلام دي على مستوى مش على مستوى مبنىه على مستوى مدينة كل مدينة دلوقتي بتسعى أنها تبقى مدينة زكية وفيه أمثلة كثيرة حول أن العالم كله للمدن الزكية وفيه أمثلة كثيرة للعالم كله لكيفية إدارة المرافق بطريقة زكية كله بيسعى دلوقتي اللي هو يعمل opportunization للطاقة optimization حتى لاستخدام المساحات كله بيسعى اللي هو الوقت يكسب وقته ويكسب فلوس ويكسب الطاقة. نحن بنتمنى دول. بنتمنى تبقى كل مصر زي المدن الجديدة. والله الحمد لله رب العالمين يمكن الوعي النهاردة الحلقة بتاعتنا نصها وعي للناس لأهمية قدارة المرافق. الحمد لله دلوقتي احنا عندنا جمعية مصرية لإقدارة المرافق. بيرقصها بشمهندس وسامة. وسامة عثمان. الجمعية دي هدفها أولا الوعي. ثانيا هدفها لأن فيه تحديات قدام قدارة المرافق. احنا ما عندناش ناس متخصصة بالعدد الكافي اللي في إقدارة المرافق. ما عندناش عمالة متخصصة بالكافي بالشكل اللي احنا محتاجينه. لأنه زي ما قلت المرافق بقيت مرافق ذكي. فمحتاجة إدارة مرافق ذكي. وإقدارة المرافق من غير العمالة اللي احنا بنقول عليها. ومن غير المشرفين والعمال ومشرف الخدمات نفسهم. من غير المهندسين والإداريين المحترفين. هنرجع تاني للدائرة الأورانية. يعني فيه نقص في العمالة لا مش النقص مش موجود في العمالة احنا عندنا نقص في التدريب بتاع العمالة نوعية العامل نفسه احنا محتاجين نشتغل عليها كويس جدا طبعا بالكورسات والكلام ده كله وفيه تعاون كبير جدا ما بيننا وما بين الجامعة الأمريكية علشان ندي كورسات للموضوع نفسه وفيه تعاون طبعا جوه الجماعي نفسه عشان الجماعي تدي كورسات والنهارده انا بقول حاجة خاصة بالبرنامج احنا عندنا في شركة كونتراك فسالة مناجمنت احنا عندنا بنعمل اكاديمية لفسالة مناجمنت في الشركة لخدمة الشركة بتاعتنا طبعا في الاول وفي الاخر ونقدر نقدم الخدمات دي للسوق المصري وده في اعرب وقت بإذن الله يعني فيه خطة لتأهيل العمالة المصرية لتأهيل العمالة والمشرفين وكمان لإداريين والمهندسين جميل جدا لأي حد يشتغل جوه المجال لان المجال الواسع شوية المجال لي فيه ما يخص البيئة فيما يخص الطاقة فيما يخص السلامة والصحة المهنية وده جانب كبير جدا لان احنا مش بنبص للمبنى او نبص للمدينة في حالة النورمل يعني في الحالة طبيعية احنا دائما بنبص للمنشآت في حالة الطوارئ لو حصل حريق لقدر الله لو حصل عايز اعمل اخلال اي سبب من الاسباب ازاي يعمل اخلاء ازاي يعمل مكافحة للحريق او مكافحة للطوارئ الموجودة عندي لو انا مش مدرب او ما عنديش الخبرات الكافية للموضوع اكيد هتحط في علامات استفاهم كبير جدا فاحنا عندنا في الجامعية وفي جامعة الام جامعة امريكية وعندنا حتى في كونتراك مهتمين جدا بموضوع التدريب والتأهيل سواء للعمالة او للمشرفين والاداريين والمهنسين عشان الفريق كله يبقى بنفس المستوى اللي احنا بنتمنى موضوع الازالات اللي في الشوارع دلوقتي وعالطرق اكيد هتشوه المنظر العام بتاع الكباري والطرق في اي مكان هتحس ان المنظر تشوه هتتعاملوا ازاي مع المواقف دي والله احنا دلوقتي تخطينا موضوع ادارة المباني كمباني لادارة المدن نفسها تمام واحنا لو بصينا للمخلفات اللي موجودة في الشارع هي خارجة من البيوت وخارجة من المباني وخارجة من المرافق فاحنا عايزين نحل المشكلة من الجذور ما نروحش للمخلفات اللي مرمية على الشوارع ونبتد نحلها نعملها مش عايزين نقدم حلول مسكنة مش عايزين نقدم corrective action على طول ان الحلول تصحية عايزين ندور على الحلول الوقائية او preventive action علشان نشوف المخلفات دي جاية منين اصلا عشان تتحطيهم اكيد الوزارة واكيد الاحياء كلهم بيبزولوا موجود كبير جدا بس الوعي لادارة المخلفات لسه برضو نشتغل عليه كويس جدا ازاي نفصل المخلفات من المنبع يبقى عندي مكان بفصل فيه المخلفات الحيوية ومكان بفصل فيه المخلفات الغير حيوية عشان اعرف اعمل اعادة تدوير لمخلفات دي كلها من غير الوعي ومن غير فصل المخلفات من المنبع هنلاقي نفس المشكلة دي مستمرة على طول وكل مجهودنا هيصب اللي احنا عايزين للمل المخلفات الموجودة في الشوارع ونحطها في اماكن الدفن الصحي وخلاص على كده وكل يوم بنبدأ القصة من اول وجديد لكن لما يكون في وعي عند المديرين المنشآت ومديرين حتى في ست البيت لما يكون عندها وعي لفصل المخلفات كلها عن بعضها ويكون عندي كسين للرابش حتى مميزين بلون مختلف او حاجة زي كده بحيث انا بسهل انا بأد بعمل القطوة الاورانية في ادارة المخلفات بسهل على الجميع في ادارة المخلفات صح وزي ما قلت ستين في المائة من الخلفات خارجة من المدن مش خارجة من الكرة احنا لو اهتمنا بالمدن وخلناها نعمل ادارة المخلفات بشكل زكي ونعمل فصل المخلفات من بداية خالص اه اشنا هيكون معنا صور عن الموضوع اللي بنتكلم في دلوقتي علمنا بصفتك سفير في الاتحاد الاوروبي تكلمنا عن التجربة دي والله التجربة كانت بالنسبة لي مفيدة وتجربة يعني نورت شمعة في جانب كان مظلم جدا في مصر في الصورة بيظهر معنا باسموانس اسامة فالاجتماع التأسيسي للجامعية المصرية دات المشاهد اه الاجتماع ده كان يوم 3 ابريل 2019 وده كان اجتماع تأسيسي اخترنا فيه الرئيس الجامعية اللي هو باسموانس اسامة واخترنا فيه اعضاء مجلس ادارة كلهم واتشرفت لنا السكرتيري العام للجامعية اللي هي المصرية دات المشاهد جميل جميل قبلها كان فيه خط لقب سفير اتحاد اوروبي في مصر وده كان ما يعتبرش دي كات الصورة كانت في بلغاري 2018 ما كانش بالنسبة لي اتحاد كبير قد ما كان بالنسبة لي طريق يعني نقطة لتعب كبير لسه نتعبان فيه دلوقتي ولسه هنتعب تاني لان احنا في 2018 ما كانش عندنا لسه جامعية كنا لما نيجي نقول ادارة مرافق كنا بيقول فسالة مناجمنت فكان كل الناس بتقصد فسالة زي اللي بناخدها من البنوك واللي يقدم بيترجم فسالة زي اللي هي تسهيلات او ادارة التسهيلات او ادارة التشهيلات دلوقتي خلاص الحمد لله رب العالمين عملنا اكتر ودي صورة لأحد المؤتمرات اللي احنا عملناها مع الجامعية المصرية وده حضرتك حد فعلا لمكافحة ده اول مؤتمر عملناها تحت اسم الجامعية بس اضافته طبعا مشكورة الجامعة الامريكية وفيه طبعا مؤتمرات حصلت بعدها ومؤتمرات حصلت قبلها ولكن الوجود جامعية بتتبنى فكر ادارة المنشآت وبتتبنى الناس اللي شغالين في ادارة المنشآت وبتتبنى المؤتمرات والندوات دي كلها دي حرق دي خطوة اولى او خطوة اولى وتانية وتالتة فعشر تلاف خطوة عشان نوصل للحلم اللي احنا عايزين شيء جميل والنهاردة الخطوة اللي انا جاي اقولها النهاردة برضو دي نقطة في الطريق بتاعتنا ربنا يوفقك يا رب بجد يعني حد مكافح وحد نموذج مشرف جدا لمصر وانا متشرفة جدا بوجود حداتك معايا النهاردة بشمهندس طيب خلينا نعرف من حضرتك هل يوجد كود عالمي لإدارة المرافق او بمعنى اخر هل لإدارة المرافق ايزو؟ خلينا نرجع تاني للصورة بتاعت بلغاريا احنا واحنا ببلغاريا 2018 كنا بنحتفل اللي احنا بقى عندنا ايزو لفسالة المانجمينت على مستوى العالم كان اول اصدار لي ودلوقتي في قيد التجربة في مصر الحمد لله في مؤسسة واحدة بس هي اللي خدت الايزو لإدارة المرافق الصورة ما حضرتك على الشاشة احنا كنا وقتها احنا بنحتفل اللي احنا بقى عندنا ايزو لإدارة المرافق خلاص بقى عندنا تعريف على مستوى العالم كله يعني إدارة المرافق محدش بيتلغبط لان لو سألتيني قبل 2018 كان عندنا خمس ستة تعريفات الافمة في امريكا كانت مدية تعريف البي اي اف ام كان مدية تعريف الجمعية بتاعة جنوب افريقيا كان مدية تعريف انا انا شخصيا كنت مدية تعريف لإدارة المنشآت لكن طالما في ايزو احنا كنا نستخدم نفس التعريف لإدارة المنشآت كنا نستخدم نفس البروسيس عشان نحقق الايزو فبالتالي هيبقى عندنا توحيد للمفهوم وتوحيد للتجربة نفسها فبالتالي الشركات بترجع تاني للايزو علشان تتعدل فيه لغاية يبقى حاجة كويسة بإذن الله حاجة جميلة انا تشرفت بحضرتك جدا النهاردة وجد حلقة روعة ووضحت لنا امور جميلة جدا ومهمة جدا هتنفعنا فيما بعد فان شاء الله طب احنا عايزين نعرف بقية الرؤية يعني حضرتك قلت شوية من الرؤية عايزين نعرف حاجات تانية من الرؤية بتاع 20-30 والله احنا انا بتكلم على مستوى الشخصي او على مستوى الجماعية انا بتكلم كمان على مستوى شركة كونتراك لقدارت الخدمات كونتراك يعني بدأت قبل ياسر زنون بكتير قوي كونتراك بدأت 2004 كأول شركة مصرية تتسمى facility management كونتراك facility management فيش أبدا قبل 2004 شركة تبنت الموضوع واتدت الشغل في المجال ده كمجال متميز ليه الشركة اتعملت ليه هي احدى شركة احدى شركات قراصكم اتعملت عشان تدور بس المبنى عشان تعمل facility management للمبنى بتاع النايل سيتي فقط لغير بعد 2004-2005 رحنا القرية الزكية خدنا المشاريع اللي موجودة هناك او معظمها لغاية دلوقتي الحمد لله بعد كده تحركنا في البنوك تحركنا في المدن الزكية كلها من 2004 لغاية دلوقتي 16 سنة من الشغل والنجاح تقريبا اشتغلنا مع مصر كلها تقريبا اشتغلنا مع نوعات مختلفة من العملاء سواء كان جهات حكومية او جهات خاصة اشتغلنا مع مستشفيات مع بنوك اشتغلنا في مدن كبيرة اشتغلنا في مولات الكلام ده ادى للشركة وادى للناس اللي شغالة في الشركة خبرات متنوعة جدا ساعدتنا اللي احنا نحلم من زي ما احنا عايزين عندنا خبرات كويسة جدا في الشركة في ادارة المرافق ان شاء الله انا مخطط يكون معنا للشهر اللي جاي زي النهاردة كده حد من الشركة بس ده حد متخصص في التكنولوجيا بتاعدة ادارة المرافق جميل ده احنا هنشوف فيها في الحلقة دي ان شاء الله انا بوعدكو نشوف فيها يعني انا مش بتكلم على التكنولوجيا في المباني في فرق ما بين التكنولوجيا في الفاسيليتي والتكنولوجيا في الفاسيليتي منجمنت التكنولوجيا في الفاسيليتي اللي هي كل ما انت بتشوفي قدامك من اكسس كنترول فاير الارم وفاير فايتين كاميرات كل التكنولوجيا بتدخل جوه الفاسيليتي منجمنت التكنولوجيا جوه الفاسيليتي منجمنت هي كل ما يساحل شغلنا بداية من تكويد المعدات المنشآت. إزاي بشوف المنشآة 3D قبل ما تتعمل. إزاي بخطط لإقدارة المنشآت. جو إقدارة المنشآت التكنولوجيا بتسهل الموضوع جدا. لأن أنا لو بتكلم ما أنا في منشآة عندي ألف معدة أو ألف أصل. أنا عايز 12 ألف أمر شغل في السنة عشان أعرف أشتغل عليه. 12 أمر شغل صيانة بس في السنة. فلو بالتالي فأنا لو عندي 100 ألف جهاز أو معدة فأنا عايز 120 ألف. يعني مليون ومتين ألف أمر شغل. صح صح. فمن المهندس اللي هيقعد يخطط لمليون ومتين ألف شغل. صح. من الفني والمشرف اللي هينزل ينفذ المليون ومتين ألف شغل. ومن المهندس اللي هينزل يستلم المليون ومتين ألف شغل. التكنولوجيا سهلت الدنيا قوي. خلاص بقى بتعمل جينريتنج للورك و أردر على طول كل يوم. بتنزل الفني باسمه بالموقع بتاعه. بتقوله انت بتعمل إيه بالزبط في كله معدة وبتستخدم أنهي معدات بالزبط. تمام. بتشرح له حتى الكلام ده كله. بتاخد التصريح لو فيه تصريح للسفتي أو كلام ده كله. بتاخد التصريح ده كله وبتبلغ مهند السفتي عشان ينزل يفتش. فالتكنولوجيا سهلت الدنيا جدا. فإحنا بإذن الله يكون عندنا حلقة مخصوصة لإقدارة التكنولوجيا في إقدارة المرافق. إن شاء الله. ودي عندنا تكنيكا الأوفيس للفاساليتي مانجمور. يعني دي الشركة الوحيدة اللي عندها قسم خاص للفاساليتي مانجمور. إحنا سعاداء جدا بوجودك معنا وشرفتنا. ومصر كلها تشرفت بحضرتك. يعني عايز أقول لك البرنامج كله هنا يعني مبسوط بوجود حضرتك. ربنا عايزك. وإن شاء الله لنا سلسلة حلقات مع حضرتك في اليام الجاية بإذن الله. عشان موضوع كبير وموضوع مهم. موضوع شايد. وكان معانا في حلقتنا النهاردة. الباش مهندس ياسر زنون مدير التجاري لشركة كونتراك وسافير بالاتحاد الأوروبي ومحاضر دولي معتمد نورتنا يا فندي. ربنا نخليك يا فندي. شكرا شكرا لكم.